يعني احنا شايفين ان الاصوات بتتصاعد انه تراجع الكلام عن الاسرة انتوا ما بترجعوش الاسرة مش شايفين اي نتيجة ولما ابتدى يحصل اي نوع من انواع الاقدام على يعني الحصول على الاسرة اهو تم قتلهم فده ممكن يبقى الاهالي هتعمل ايه معي ضغوط اضافية على نتنياهو كان فيه تسريب صوتي لسه كان طالع امبارح بان الاسرة يعني في حالة انفعال وغضب من ان الاسرة بتعم في حالة تهديد وان ممكن يتم التضحية بهم وطعم بيحاول نتنياهو ما بيقول له بصوت واضح انت فشلت واشترا انا بأكد الموضوع الفشل هم برعوبين على اولادهم لسه فيه برضو تظاهرات امبارح مزاد مستمرة فالتحية الاسرة هم بيتكلموا على عدد تتجاوز حوالي 180 اسير مزالوا فاغلبهم يعني دلوقتي من الاسرة وليس الرهائن رتب عسكرية وجنود اه رتب عسكرية وجنود زي الجندي اللي تقتل الامبارح حاسبيني المزال يعني فدلوقتي المعركة انا شايف انها دخلة براحلة صعبة جدا البراحلة القادمة الضغوط هتزيد على اسرائيل زي ما هي ما بتحصل على الفلسطينيين في قطاع غزة محاولات ان هم ينهوا الموضوع بسرعة ده ضغوط اكتر عليهم العالم بيرائب المجتمع الدولي كله بيرائب عليهم هل هم بيحاولوا فعلا ينهوا الموضوع بسرعة ولا العكس انا شايف انهم بيحاولوا يمدوا اجل الحرب واجل الهجوم على قطاع غزة بالتأكيد عايزين يخلصوا الموضوع بسرعة لكن ليه بالتأكيد اولا الناحية اقتصادية هم بيخسروا كل يوم حوالي مليار دولار ودير اتوقع يعني دي حاجة مش لطيفة بالنسبة لهم اتنين ان الضغوط عليهم من الاهالي المحتاجين وهذه الاسرة دي ضغوط قوية جدا عليهم هم يعني بيحاولوا يحتهوها بش هيفشلوا تهموا لو استمرت لبعد كده الرئاسة الرئيس بايدن او ادارة الرئيس بايدن كذلك بيعملوا عليهم ضغوط رغب ان هم بيساعدوهم وبمولوهم ومش هيتوقفوا بالمناسبة يعني لكن دي ضغوط وفي ضغوط دولية اخرى من دول اخرى فكل الضغوط دي هم عايزين ينهوا الموضوع بسرعة عشان ينتهي بالنسبة لهم ده بنظرهم كابوس فكل يوم ما بيحققوش فيه هدفهم هو نجاح للمقاومة الفلسطينية وفشل لإسرائيل